بين الرجل والمرأة خاص المودة والرحمة حيث لما كانتش المودة والرحمة بين الزوجين رمكين انتشي حاجة يعني انت تتق فيها وانا انتق فيك وباش تمشي المسيرة ديال الزوج ديالنا استيقى بيناتنا لما كانش تتقى رمكين والو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الغاليات كديرين لبس عليكم هاني انتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخر وعلى خير وأحولكم طيبة ان شاء الله بإذن الله فيديو جديد ونهار جديد أختي وتفاق جديد مع أختيكم توريا نبدأوا بالصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد طليل وليه تنتم وليكم الأجر كديرين أخواتي لبس عليكم كديرين أختي مع الصهد كديرين مع الصافر كديرين مع الأنتمنى ان شاء الله تكونوا هكا فوجتوا مهم واحد الفيديو ما فيها أختي هذا الفيديو هذا ما فيه لا روتين لا تشي حاجة غدي نهاره في واحد الموضوع واحد سيدة مسكينة دخلت عندي القناة تريعفك هذا غير فوض الموضوع هذا وإن شاء الله هذا الفيديو هذا غدي نديره في هذا الموضوع عرب الزاب دي الأخوات كي تطحوا في هذا المواقف هذا بحالة شكل هذا اللي كتطح فيه السيدة دي وكيفاش نتعاملوا مع المواقف كيفاش نتعاملوا معه مهمة الأخوات يلا نبدأوا في الموضوع دينا وما تنسوش لي واحد اللايك واحد اللي يشترك باش هكا نزيد نحط لكم فيديوهات اللي زوينين فيديوهات اللي تقدروها كتستفدوا منهم وتنقول لكم شكرا لكم بزاف الناس اللي يلا نضمون القناة كنقول لكم مرحبا بيكم وألف ألف مرحبا بيكم ومتمنى إن شاء الله نكون خفيفة ضريفة عليكم وما نكونش أتقيل عليكم وكان شكر الناس اللي خارج أرض الوطن ترقوا لكم شكرا بزاف 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 الله يحفظكم والله يعطيكم كل ما نويته في خاطركم إن شاء الله بإذن الله ولموهي مختيو غادي نبداو في الفيديو ديانا كانت واحد للأخت دخلات عندي قاتلية تورية عافا كضر في الموضوع ديال الشك قاتلية الزوج ديالي كيدخلو الشك بزاف يعني فيه ومشكاك يعني كي يشك في أي حاجة في أي حاجة كي يشك فيها وحنا الأخوات غادي نكملوا الموضوع ديالنا لهذه الأخت هادي اللي الزوج ديالي مشكاك وأي حاجة كي يشك فيها غادي نقول لك أختي باللاتي بعدها غادي نعود لكم شنوطرة باش باش تفهموا شنوكاين قاتلية واحد نهار مسكينة هي كانت في واحد المرحلة الولادة يعني ولدات ومشات عند الوليدة ديالها باش ترتاح يعني أي وحدة فينا في مرحلة ديال الولادة كتكون نفسيتها شوية محطمة وكتبغي غير ترتاح وكتبغي غير على من تحط الراس كما كنقولو يعني باش تبدل غير هي في الدارة كين على من تحطرات كين الزوج ديالها طبيعة الحال ولكن هي كتبغي تبدل تمشي من دار لدار تمشي تبدل حيوط أختي أي والموهم قاتلك هي مشات باش مشات عندها كالوليدة ديالها باش كانت النفسية ترتاح شوية واحد النهار قاتلية جاء عندها ولد عمها ولد عمها موهمان نتأكدوا شو ولد عمها ولا ولد خالتها جاء عندها ولد عمها من بعد هي في اجتمعات ولد عمها دخل هي ناضط صدت عليها الباب هو ما عارفش قتلية هو ما عارفش بأنها كينة هي في الدار وهي ما عارفش مهم هو ما عارفش بأنها كينة هي في الدار رجلها جاء ودخل قاول دعمها في الدار طبيعة الحارة كينة الأم ديالها فاش القاول دعمها في الدار ناضكي غوته وواحد في هذيك اللحظة كانوا غاي وصلوا للطلاق عاد الشيلي قالت هي ومن بعد داس هذيك المرحلة صفي دازت وواحد نار آخر عودتاني جاول دعمه هو قال لي هبطي لبسات الحجاب الشرعي ديالها يعني الخيمار هبطت وفاش مشاول دعمه هو ناضكي غوت ويساب وشنو دارت هي باش ما تطيحش في هاد المواقف هاد الشي كامل باش ما تطيحش فيه ناض دارت لالنقاب هي قتلي يا عافك اختي حفزيني باش هكا نبغي النقاب ونرتاح في النقاب أنا كنقول لك اختي اني قبره زوين واني قبره سترة هكا يعني مدام ان الزوج ديالك فيه قوة شك النقاب ديالك منين يجي عندك شي واحد ديري النقاب ديالك اختي وهبطي وشقاي وديري اي حاجة حيث تقدر هو ماشي هادك الشك هو يعني نقول لك يعني يقدر هو ماشي مشكاك يقدر هو انه وكي يغير عليك بزاف يقدر يكون ممكن انه وكي يغير عليك ما يشوف كتاشي واحد يشوفك غير هو وما يشوف كتاشي واحد من غيره بزاف كان الناس يعني يرجى الي يبحث بحال هكا يعني ماشي يدغروا انه يشك فيك يعني رأى كين فرق ما بين الشكو لغيره يعني الشك انه وكيشك فيك انك تشوفه في واحد ولا انه وكي ولا ولا انه كييرانت ومعارفين شك شين هو الشك انه حسن كيفاش غدين نشرح ليكم الشك هو هو値 يقول ره كتشوف هادك شوف كتشوفيه كتشوفيه ولا هو كيشوف فيها يعني أما الغيرة الغيرة كيغير عليك أنه ما يشوفك شوحدة آخر يعني هذا نقول لك حاجة وحد أختي أنك أني قابرة سترة وإن شاء الله بإذن الله غاتي ترتاحي فيه وغاتي تحتاس بأمرك الله سبحانه وتعالى وأني قابرة ما صعيبش أنا اللي كتشوفيني دعبة كتشوفيني في الفيديو شحال عدي كنت كنقول النقاب عمرني من دير النقاب قبل ما نزوج عمرني من دير النقاب ونقاب ركيخ ناق وبزف دي الحويش حيث الأخ ديالي كنت دير النقاب قبل ما إني أنا كنت دير الأخ ديالي النقاب يعني هي كنت كتجي كتقول لي هاكي ديري جربيه شوفيكي غايجيك مطار مهم قتلكم كنت كنقول لي هالله ما غاديش نقدر ندير النقاب ما عاد كي دير أنتي عايشة بالنقاب وطا تا 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 ولكنت مكتابة واحد الحاجة غادي تكتاب ومن بعدها كما تزوجت صافي شو سبحان الله منين الله سبحانه وتعالى كي كتب عليك أنك يديري شي حاجة رأي تديريها والحمد لله ما كي ما كنحس بتا شي حاجة مرتاحة فيهم كنين بزافتي يقول كلا كي خناق لا ما كي خناق شاختي علاش كي خناق بالعكسر كيدخل الهواء من هنا مالو ما كي مسدود كيدخل الهواء من هنا يا مرتاحين مبردين مع راسنا الحمد لله والشكر لله وخب في الصيف تيكون واحد الحرارة الحرارة كتكون على كل شي مشي غير على النقاب الصافي الحرارة بنادم تيكون هكا ما لابسش وتيجيها الحرارة احنايا الحمد لله كنحتاس هو أمر دينا الله سبحانه وتعالى وكنقول لك أختي أني قبره زوين غير ديري يا أختي وإن شاء الله زوج ديالك ما يبقاش في هادك الشك وما يبقاش في الغير أختي لنقول لك هذيرا غيرا هذيرا غيرا مشي شك وبين الرجل والمرأة خاص المودة والرحمة حيث لما كانتش المودة والرحمة بين الزوجين رما كين انتشي حاجة يعني انت تتق فيها وانا انتق فيك وباش تمشي المسيرة ديال الزوج يعني استيقى بيناتنا لما كانتش تيقى رما كين والو شوفوا الأخوات سهلوها سهلوها سيروها مع السهلة علش كتعقدو عليكم علش كينين بزردي الأخوات اللقصين قلب تليفون الراجل الاو هاد يقول لك شوفوا لا بغي يدير شي حاجة غيرا يديرها وخط قلب تليفون وما نعرف شنو يعني في هادش اللي كين واقع لها في هاد فهذا الميصاج شوف الميصاج شنو فيه كينما ما بغاش عشان دين رياعفك حفزيني وربي يسترليك ونتمنى أختي أنني جاوبتك وأنني حفزتك واحد شوية أختي ديري النقاب ديالك حي الدنيا فانية شحال قدك هكت لبسي شحال قدك أنا كتخرجي مكشوفة شحال 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 قدك يعني ديري النقاب ديالك يعني عادي ركت عيشي بحل 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 اللي ديري النقاب رتا هو إنس رك يعيش ما لومك يعيش عادي جدا عادي ووش هو مهم غضي نطرح عليك واحد السؤال نتمنى أنك تجاوبين في التعالق الزوج ديالك وش باغيك أنا كتديري النقاب ومهما تجاوبيني وش باغيك أنك تديري النقاب ولله ومهم شكرا لكم بزاق بزاق وتنكون وصلنا النهاية ديالفيديو وتنقول لكم الله يسهل عليكم والله يعطيكم كل منويس وخاطركم وما يخصكم حتى شي حاجة إن شاء الله بإذن الله وصلنا النهاية ديالفيديو مع السلامة إلى الفيديو القادم إن شاء الله